طيب كلام كتير جداً وفي منتها الأهمية الحقيقة لأننا داخلين على سنة صعبة على الكرة المصرية عموماً سواء كنت بتكلم على أندية على منتخبات عندك طبعاً مشوار تصفيات كاس العام اللي هيبتدي خلاص كمان شهر من دلوقتي تجمع منتخب أول إن شاء الله يوم 28 محليين يوم 30 يدخل محترفين يوم 3 أو 4 على طول تبتدي أول طلع مع أنجولا وموفقين بإذن الله لكنه في مشوار صعب لأنه السنة الجاية كمان يعني عندك أجندة في منتهى منتهى الإزدحام عندك بطولات أفريقيا عندك في قصة السوبر الأفريقي طبعاً السوبر لiggs هتكلم عليها طبعا معظفي كابتن علاء نبيل المشرفني عندي كمان بطولة أمم أفريقيا فالحقيقة موسم في منتهى الصعوبة خلينا نرحب بداية بكابتن علاء بشرفنا نهارده في السادسة مساء خير كابتن علاء بدايةً هبارك لك على كورت اليد يعني نفسه بارك لك على كورت القدم بس يعني مضطره بارك لك على كورت اليد لا الحقيقة الولاد الحقيقة رفعين رأسنا دائما بصراحة يستهلوا يعني نتكلم عليهم من هنا للسنة الجاية بجد يعني حاجة جميلة بقى لهم فترة طويلة بقى لهم سنين أكبروا الشعب المصر على حب كرة اليد ودي حاجة بسهلة عشان حاجة يعني تتحب غير كرة القدم في مصر دي بقى صعب قوي الناس النهاردة كلهم تابع فريق كرة اليد كلهم يعني حتى كان عند اجتماع المدربين اتأخر عشان كان الكرة اليد بحاجة جميلة بقى لهم حاجة فعلا تشرف يعني انا كنت بقول في المقدمة يا كابتن علاء انه الانجاز اللي احنا شايفينه النهاردة ده نتيجة مجهود سنين كتير جد سنين بتحصد من اللحظة الاولى في ناس امنت وصدقت وحلمت وخططت واشتغلت عشان التخطيط ده على ارض الواقع عشان كده وصلنا انه النهاردة المنتخب مصرين ده احساس احنا بنفتقده فكرة القدم مش بس بكلم عن المنتخب الاوليمبي يا كابتن علاء احساس انك انت واثق في فرقتك احساس انك انت دايما حاسس انك ممكن توصل لمنصة التتويج في كل بطولة في اي فئة عمرية بيلعب فيها كرة اليد احنا دايما حاسين ان احنا ممكن نوصل او ننجح او نتوق بلقب البطولة والله بربو عليك يا احمد يعني فعلا حضرك تفضلت قلت ناس خططت وحطت استراتيجية مشت عليها ونفزت صح وفي الاخر ايه حصدت صحيح النهاردة مبارات النهاردة ده حصاد سنين اه كرة اليد للشباب برضو كسعالم اه اه بقالهم فترة بجد يعني حاجة حاجة مفخارة يعني النهاردة يعني حضرك زي ما قلت ايه طب ده بقى واحد بيجيلي وغيرة هنا بقى ليه كرة القدم لا يعني واحد ما دا السؤال اللي مصر كلاب تسألها ليه كرة القدم لان هناك تخبط يعني في تخبط في حاجات كتير قوي على مستوى الاتحادات وعلى مستوى الاندية وعلى مستوى الفكر ونقعد نقول الاخطاء وما زلنا نتكلم في نفس الاخطاء ونفس الكلام محدش عايز يتعلم محدش عايز يقول لأ كل واحد هو عايز ايه؟ النهاردة بتقول عايز ايه؟ ولا بيبص المصلحة عامة ولا 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 بالرغم اللي احنا عندنا عندنا حاجات حلو قوي عندنا مواهب حلو قوي عندنا مواهب كتيرة عندنا حاجات لو اهتمت بيها لكن للأسف النهاردة مسابقات الناشئين الليس لها يعني ما بتصفرس في الآخر ويعمل لك منتخب عشان قابل البطولة بيش عارف بقد إيه وبتاعه ويخش بقى فيها وده دخل لها أولى أموره وده دخل لها بيش عارف إيه وده دخل لها المستوى المسابقة بالبطولة طيب أنا عندي كلام كتير جدا على اللي جاي لأنه أعتقد أنه أنا الأوان وخصوصا طبعا أنه فكرة عدم التأهل لكاس العالم وأنه نحن نستنى 30 سنة معتقدس أن المصريين هيبالوها أعتقد أن الوضع الطبيعي بتاعنا أنه نشارك في بطولة بحجم كاس العالم هتكلم على مشوار المنتخب هتكلم على موسم جاي في منتهى الصعوبة وبالتأكيد هتكلم على الموسم الحالي والمنافسة على بطولة الدوري بس خلينا نروح لفاصل ونرجع بقى نفقفض ونتكلم ومنتهى الصراحة زي ما احنا تعودنا منك بس بعد الفاصل طبعا اتتوقعش بس عشان نبقى متفقين إن إحنا لو ابتدينا النهاردة يعني لو عندنا إرادة إن إحنا نصحح مصار وابتدينا نشتغل النهاردة إنه النتيجة بين السنة الجاية والسنة اللي بعدها لا إحنا كده يعني حكايتنا على الله زي ما بيقوله أنا اكتهد ونحاول نوصل كاس عالم نجتهد ونحاول ناخد بطولة أفريقيا كل ده في إطار الاجتهد لك عشان نصلح منظومة عشان تكرر تجربة زي تجربة مثلا منتخب بلجيكا ويبقى عندك منتخب إيتال علي من الإعارة التقيل سواء كنت بتكلم عن منتخب شباب منتخب أوليمبي منتخب مصري انت بتتكلم في سنين طويلة جدا بس الأهم يبقى فيه رؤية واضحة والأهم يبقى فيه خطة بتترجم لخطوات على أرض الواقع الاهتمام في مصر بالمنتخب الأول والفرقة الأولى في الأندية ده تصريح لكابتن علي نبيل ويمكن كنت بتكلم معه أثناء الفاصل خليني أرجع لك مرة تانية طبعا بشكرك مرة تانية كابتن علي عوجودك معنا هل فيه إرادة وهل شايف فيه نية حتى إن احنا نصحح مصار ولا هنشتغل زي ما كنا بنشتغل طول عمرنا نوصل مرة لأمم أفريقيا بالصدفة نوصل مرة كاس عالم بضربة حظ يعني ولا بنتكلم على منظومة عندها رؤية بتشتغل عليها عشان تطور الكرة في مصر احنا كل فترة بنقول يا رب يعني نبقى كواسين وللأسف اللي احنا برضو محلك سيقين الفكر نفسه والتنفيذ نفسه صعب لأن انت بتتكلم في حاجة كبيرة أول انت عايزت حاجة بسيطة أول انت فيه موهبة عندك عايز تسقلها لغاية لما تبقى حاجة كبيرة أول فيه بقى معوقات للموهبة دي لغاية لما تبقى هدفك يتحقق ممكن واحد لا يستحق يخلص على الموهبة دي فيه مدرب ما عندوش كفاءة اللي هو يخلص على الموهبة دي ممكن واحد مزور يجي يلعب مكان الولد يخلص على الموهبة دي فكل دي عوامل بتخلي المنظومة نفسها زي ما حدك بتقول احنا انت وحظك كان مفروض من أيام برادلي من أيام خروج منتخب مصر أيام برادلي لتفتكر مطشة غانا كان لابد لابد من تغيير شامل في نظام الكرة المصرية وعمل أجيال وإيه اللي يمنع انه يحصل دا دي الوقت لا حاجات كتير حاجات كتير يعني احنا مش عايزين ولا احنا مش عارفين مش عارفين مش عارفين مش عارفين طب ما احنا وللأسف تقعد تتكلم والناس اختنق بكلامك واول حاجات لكن التنفيذ يقول لك لا اه ده دخلنا مش عارف ايه لا اه ما دخلنا مش عارف ايه ده يعني حد زي فينجادة مفترض انه جاي دوره ايه اللي انا عارفه اللي هو اول مرة الشغل في الحتة دي اه يا راجل ده كان مدير فني فرق تمام اه زي ما نفسك كنت مدير فني لكن اشتغلت فترة في اخطاعات الناشئين ونقلت خبرية كلها ليه اللي المكان بتقطع الناشئين وخلاص مشيت فيه هو اول مرة ما عندوش حتة اللي هو لان فيه فيه معوقات كتيرة جدا في في المنظومة في المنظومة منظومة الناشئين دي بالذات بحر كبير اه طب النهاردة المنظومة بتاعة زد هو النهاردة لليه معجب بيها ومشتغل عليها وا 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 ان النهاردة السياسة بتاعتهم ولاد النادي اللي هتطلعه على النادي الدرجة الرؤية الممتازة شغال على هذا المبدأ طبا النادي النهاردة زد القادر اللي هو يشتغل اي نادي من درجة الممتازة لكن لا فيه سياسة الناشئ اللي هيتعلم داخل جدران زد بمواصفات وبشروط وباستراتيجية مصرية المانية هم دول اللي هيتتطوروا لغاية لما يطلعوا النادي ووصلوا الدرجة الممتازة بنتا كده بتحصد بقى زي الهندبول تمام فحاجات كتير او الاعداد اللي في الملعب انا كنت متخيل كابتن علاء انه لما مصر كلها تبقى عايزة تلعب ولادها كرة ولما نشوف اندية جديدة بتطلع لما نشوف مستثمرين بيدخوا فلوس في رياضة كرة القدم لما نشوف اكاديميات منتشرة في كل حتة في مصر اهتمام دولة بالملاعب والبنية التحتية انه يحصل عندها طفرة لكن كل ده بيحصل لكن المرضود بتاعه لا يناسب ده بالعكس تعال زمان اللي كان يروح يتمرن ده في النادي ويلعب كرة ده في لغة العائلات ده صوري في الوافزة الصائع يعني اللي هو بروح يتمرن ويلعب كرة ده ايو ايو ما تلعبش لا ايو مدراسة وش عارب في وقت مستقبلك وما تضيعش مستقبلك وكذا وزاي بروح يلعب وش عارب وبيدعانه ده بيلعب كرة بيزوج كنت بتمرن تمرين واحد فقط يوم الاربعة في نادي الشمس ولا عبد المطش بتاعي يوم الجمعة واعتراضات والله والد الله رحمه وقالك ويه بجنبي النهاردة العكس الصحيح النهاردة وليه الامر بيجيب ابنه النادي او هو بيزبق ابنه عن نادي وممكن ما دوش المدرسة او امتحانه عشان يجي التمرين او السفرية اللي بتاعت النادي فالموضوع طب استغل ده استغل يعني زمان تلاعت مواهب تلاعت مواهب من 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 الزام اللي انا قلته لك اللي هو بيردوحن عنديها بالعافية اللعيب بيتمرن عدد قليل طب انت النهاردة لو قلت اللعيب كل يوم اتمرن هيتمرن ايو ويجي لك من هنا ويجي لك من جميع محافظات مصر بالرغم من كده اللي انت بمتاش عارف تطلع طب ليه بي اقول لي السبب الاهلي اتحرك في الحتة دي بتهالي بشكل مختلف عن السنة اللي فاتت اه وجاب حد متخصص لقطاع الناشئين وابتدأ يستثمر في الولاد وحتى بنشوف تجرب نكحة كتير من ولاد النادي الاهلي طلعوا اعراض ورجعوا الاهلي يعني برضو مش هتحصد دلوقتي هتحصد بعد فترة قدام لانك انت دي دي تاني سنة يعني دي تاني سنة وانا برضو بالنسبة زد سنة اوبرامس برضو نفس الموضوع بدأت تهتم بهذا الكلام طلع النهاردة ايه 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 الحصاد بتاعك بالنسبة للناشئين مفيش فعشان كده انت باش هتقدر تعمل اجيال يعني جاد فترة حتى الجيل اللي هو بيلعب دلوقتي في الدور المنتهز بدأ يعني ها درقين زيادة المسلم المسلم اللي فات ده يعني اللي احنا شغالين فيه بدأت فيه لعيبة تتطور بس بعد ايه بعد ما حصل لك دروب كامل في جيل منتخب مصر في توكيو اقناعك اه الولمبي اه كنت متوقع احسن من كده لان انا حتى وانا قاعد هنا قلت حتى لو عملناش نتائج هم دون نواة المنتخب الاول مين منهم يستحق يكون مع كابتن حسين البدري في مشوار تصفات كاس العالم اه في مشوار كاس العالم يعني برضو لما تيجي تقول اللي كانوا ظهرين فعلا اه يعني كلهم مسلا تقول اه محمد شناوي ليس له في المنتخب الاولمبي احمد حجازي ليس له المنتخب الاولمبي احمق الوينش اي تمام اكرم توفيق اه لمنتخب الاولمبي تمام اه طاهر يعني كان لازم يبقى احسن من كده شوية اه اه لكن لازم نقف هنا ونتكلم في نقطة مهمة جدا مستوى اللاعب الدولي اللي بيلعب فيه المحافر الدولي اللي هو بينزل قدام الفرق دي بيبقى نفس المستوى بيظهر فيه اه اه لان فيه لعيبة في الدولي دعا فلان ده باش عمل ايه احنا كمان بنحب اللي احنا يعني ما بنعرفش ما قولت انه فيه لعب محلي لا يصلح للتمثيل الدولي دي من وجهة نظرة يعني فيها جزء بسيط لكن انا اللعيب اللي بيتفخم على طول ده لازم يعني على نار هادية يعني ما ينفعش مثلا لعيب يلعب مباراكو ايه سأقول زي مين ده العالمي زي مين لا فيه لعيبة خدت سيط بسرعة تبقى محرجة شوية لكن فيه لعيبة يعني انا بضرب مثلا بمحمد شريف وانا يمكن قلت برضو هنا في خناة الاهلي طوله من ده نجم الشباك القادم في مصر لعب واستوى بالرغم انه هو تعرض في فترة اللي هو مسماني اعاده تمام لكن لما رجع رجع كويس هو اسراره اجتهده الحقيقة يحسبه لي يبقى ده ايه بقى ده مؤشر قوي عايف لو واحد كل تلاتين يريد تيبقى واحد كل تلاتين ده نهار ده عندك كامل عايف كامفرة تلاتين في كل نادي تلاتين في كامل نادي تمنتاشر تمنتاشر ده ممتازة تمنتاشر نادي تمنتاشر بتتكلم في الديب خمسمائة واربعين ايه خمسمائة واربعين لعيب لو كل تلاتين لعيب طالعلك واحد يبقى عندك منتخب عالمي لكن للأسف كل همنا النقطة واللوططين وبين عايشين خليني اخد برأيك كده في موضوعات ناخد ردود سريعة منك السنة الجاية موسم صعب جدا جدا ازاي بتشوف فرص المنتخب الوطني خصوصا نحن نتكلم عنه يمكن هتجمع خمس ايام يمكن قبل المطش المحليين وتلات ايام قبل مطش انجولا شايف ازاي مشوارنا في تصفيات خليه ابتدي بالمجموعات قبل ما اتكلم على فرصة مصر في اللاب في كاس عام ابتدي على المجموعات فرصة مصر في احنا معنا انجولا انجولا ليبيا الجابون انجولا ليبيا الجابون يعني على بلورة والقلم يعني لازم لازم ببعدين هو في حاجة غلورة والقلم عندك ولا ايه لا 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 فيه ظروف تانية ممكن في لحظة تصفيات افريقية اللاقيتك حسستك طبعا بش تصفيات افريقية بش تصفيات افريقية بس كل مشهور المنتخب من المباريات ودية لتصفيات افريقية كل يعني كنت متوقع لكابتن حسام هيبقى يعني سياسة في الادارة المنتخب غير كده يعني دايما مدي المساحة للدوري ومدي المساحة لا لان انا مدرر المنتخب لازم بقى عند اقعد على الترابيز لا انا خمس سيام دول بتوع اعمل ماتش وبشارطة جميع الدوليين اللي برا اللي هون محترفين اه شوف الناس الهان شوف الناس الهان اعملوهم ماتش ودي اعملوهم تجمع تلات تدريبات اعملوهم ماتشات محلية مع احدى الفرق على اقل لما يحصل لأي دروب يبقى عندي رؤية اللي دا لا دا ممكن نخش على طول ما خدش وقت عدش بقى روح اتفرج وهو الحاجات دو كلها القمشة اللي هنبتدي بيها ماتش أنجولا يا اما مستنزفة مرهقة بتعاني من حالة ايجاد شديدة جدا يا اما في بداية موسم في مرحلة اعداد ويأثر دا على شغل لكابتن حساب انا النهارده الكامل اكبر من المنتخب من نادي ايه من نادي الاهلي من نادي الاهلي من نادي الاهلي خلال الفترة جاي هلعب كام مباراة تمام متشات في عدى ايه بتكلم تعريما في 21 يوم او 22 يوم كل 72 ساعة مبارا كل 72 ساعة متش ومنادي الاهلي خارج من بطولة افريقيا عنده اللجوم بتوعه راحوا منتخب الانبيو ستة تمام وهيلعب دمام اطشاط بينافس بقوة وبشراصة على بطولة الدوري العام جمهوره اللي يقبل القسم على اتنين نهائي اه ودي حاجة شاف السندي بزيت كمان كبرت في المقر اه اه يعني كبرت في المقر يعني الدوري ده انتو شبعانين دور يعني ده انتو انا ازهقنا من بطولة الدوري السندي الموضوع عالي جدا بصراحة ودي حاجة كويسة على فترة اي انا انا بحب دايما ان انا الشغل هيا الفطولات اللي بيبقى ليها طعم الشغل تحت ضغط واو حاجات فانت النهاردة تلعب كم مباراة وبعد كده يوم ما هتاخد النهاية الدوري وربنا اكدامك بقى توفق او ما توفقش في الفطولة الدوري ان شاء الله الموفقين تمام يبقى دخلت تعالى روح البيت حط شنطتك تعالى عالمنتخ تعالى عالمنتخ تمام فهي العملية في منتهى الارهاق اللي ممكن تتخيل انا جيت فترة على فكرة وقلت لازم الشنوى رايح ممكن في بعض الناس زعلت مني قلت ما زال ولا يزال وما زال ان الشنوى يحارس مصر الاول يا جماعة الشنوى بقى له فترة بيلعب نادي الدوري كاس منتخب بطرات افريقية لازم ياخد راحة عشان خاطر هو ده الحارس الاول لمصر اعدي لك شك او ارسم لك كده ملامح خريطة الموسم اللي جاي وتقول لي شايفها ازاي وازاي ممكن نحضر او نتعامل من بدري مع موسم في منتهى صعوبة بالشكل ده طبعا الهدف الاسمة كاس العالم 22 عندك الاهلي كاس عالم اندهي عندك فرقتين من مصر هيلعبوا او اربع فرقتين من مصر هيلعبوا دوري ابطال الاهلي حامل لقب طبعا عندك بطولة كونفدرالية عندك تصفيات كاس عالم عندك كمان طرحت فكرة وليس ااخد رأيك فيها دي بشكل بطولة عربية بطولة عربية في 12 عندك سوبر ليج افريقيا في احتمال ان البطولة تتنفذ شايفش تكل الموسم اللي جاي ازاي وازاي تخطط او تحضر سواء على المستوى الاندية او المنتخبات لموسم زي ده نحن دي دي يعني صعب صراح بص نحن نقولك حاجة من اخر الدوري العام في ناس بتتكلم في فكرة انك انت تعمل الموسم استثنائي تضغط الدوري تغير طريقة البطولة هنرجع نشتكي ونضغط الدوري ونحن نلعب كل ثلاث ايام فكرة الدوري من مجموعتين ترحت برضو واحدة من ضمن الافكار الدوري الكرة المصري اللي هي ان صالح حاله ومش هيرجع الموضوع اللي غاية الاول اللي هو يبقى فيه راحة للعيبة ويشم نفسهم وا 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 الا احدى البطولات الدوري يتم الغاء انت مع الغاء مش البطولة دي مش هينتظم مش هينتظم الدوري المصري بالصورة اللي الناس وقدع عليها اللي هي الفرقة تلعب في الاسبوع مباراة زي ما تعودنا اللي هو يوم الدوري مثلا جمعة وسبت وحد وبعد دي اللي هيبة تريح وديني يخش في الاسبوع الثاني الا اذا سقط احدى الدوريات المصري مخدم لازم عشان تنظم نفسك مع عدى ذلك هنفضل في نفس حالة استحالة استحالة تقدر تنظم انت النهاردة هتخلها في شهر تمانية والمنتخب عندك شهر تاسع تمام للعيبة دي لازم تاخد راحة يعني فيه لعيبة في الدوري لازم تاخد راحة حيقولك الراحة اللي هي الفاتت دي تمام فيها عندها كانت بتلعب افريقيا ومنتخب والحاجات دي كلها تنه هتتظلم انت لسه عندك بطولة كاس والاهلي لسه عنده سوبر مصري ما تلعبش من كافه دي يتلعب من اول السيزن هتتظلم فانا شايف ان الموضوع وبعدين فيه ناس كل اتحاد بياخدها على عاطق اللي انا لو انا لغيت الدوري اولا هيتاخد علي اللي انا منجحتش فبيشتغل على هذا الاساس ومع حق يعني الانتحاد يقولك ايه يعني انا مثلا مثلا ويقال مثلا ان ساعة الكورونا والحاجات دي الدوري كامل يبقى في الدوري في ايام الكورونا يكمل وانا راجي معك وانا ساك الانتحاد ما اقدرش كامل يبقى انا فشل فبتتاخد كده لابد من قرار سيادي ان نظم الدوري بحيث اللي هو لازم بعد كده الموضوع يمشي باستمرار وبانتظامية بحيث لا يؤثر على الاندية وانترجع الامور تاني زماني وجود ربطة اندية يحل كتير من مشاكل الكورونا المصرية من وجهة نظرك ما هماش ما هتعمل ربطة اندية كلها متربطات وكلها والكام نادي مع بعض جربنا الحاجات دي كلها فترة اللي فاتفت انت حزينتوا حاجة؟ مش مقتنع بانه الاندية عندها تبقى قدرة افضل من الاتحاد وانه الاتحاد يتفرج اكتر لفكرة التخطيط للمنتخبات رعاية المنتخبات وانه الاندية تبقى قائمة على وده نظام معمول في بطير من دور الاوروبا قائمة على تنظيم مسابقاتها ده يبقى افضل للمنظومة ولا؟ بذول الخطف الموضوع ده انا شايف اولا عشان الموضوع ده اعزها عن الناس طيب اخذك للسوبر ليج سريعا السوبر ليج فكرة طرحت في اوروبا وجهت يعني معارضة شديدة جدا 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 واليوفا هدت بان يبقى فيها عقوبات لكن هي الفكرة لسما ما تتش يعني في بعض الاندية اللي ما زالت بتتبان او تتبان الفكرة ابوشتونا ريال اليوفي ما زالوا بيدفعوا لكن بمجرد ما حسنا انها بتفشل او بتبتعد عن انها تكون قابلة للتنفيذ في اوروبا حسناها بتقرب اكتر من قارة افريقيا وعلى هامش النهائي اللي جمع بين الاهلي وكايزة شيفس طرحت الفكرة من قبل انفنتينو ولقت كمان ترحيب من المسؤولين في اتحاد الافريقي هل بترى ان السوبر ليج بداية مفيدة للكورلة افريقية وهل بترى ان من الممكن تطبيقها يعني بين ابطال افريقيا ولا لا يعني اقول لك حاجة هل في افريقيا حد على الساحة طلع من اندية مثلا غير الاندية اللي هي معروفة على مستوى افريقيا ايو اهلي زمالك تراجي بش عارف بيطلع كل فترة يعني بيطلع تلع ان ينبا شوية تلع مازنبي شوية زمان كان في كوتوكو اندية جنوب افريقيا يعني موجودة على الساحة سينبا التنزاني الساندي مثلا كان واحد من بس بقاله يعني بقاله فترة تمام فاعتقد اللي هي مش هتتحقق مش هتتحقق هل لو اتحققت ممكن تعود بمكاسب على على الكورلة افريقية بتتكلم على انه انت بتكلم على طفرة كبيرة يعني الجايزة المطروحة مثلا في بطولة ازا دي بتتكلم على عشرين مليون دولار ده يعمل نقلة نوعية على مستوى تمال لعيب دي لا لا يعني انا اتخضي لا لا انا بكلم بالنسبة انا برضو ما احنا في افريقيا بنتكلم في كامل يا كابتن علي احنا نتكلم في كلام فاضي اوروبا برضو عوامل المناخ وعوامل الارب البلاد لبعض الحاجات دي بتقدر تعمل بتساعد بتساعد لكن انت النهاردة عشان النهاردة خلاص بقى الطيارة خاصة بتوديك هنا وبتكلفة والحاجات دي كلها في المضوع هلا يصعوب فيه بمناسبة الطيارات الخاصة اممكن كان من اخبارنا اللي ما كدناش في تفاصيلها انه منتخب مصر بعد انجولا لتحد قرر انه يسافر الجابون بطيارة خاصة عشان ما خلاص بقى تعادي بقى تعادي طيارة الخاصة دي كان زمان تعمل عليها طلب وزروح بقى جلوس طيب نتكلم شوية عن الدوري بقى تفضل الدوسخة السندي مختلفة ويمكن يأسيبك من الدوشة اللي حصل على هامش البطولة الدوشة بقت كتير قوي يعني انا شايف انه انه احنا لو ركزنا او بزلنا المجهود اللي احنا بنبزله في الخناعات والدوشة في الكورة الكورة في مصر يتسلح عليها بس خليني اخذك للمنافسة انا بشوف انها واحدة من اكتر النقاط ايجابية السندي المنافسة بين الاهلي والزمانك على البطولة واللي غالبا هتستمر لغاية الامطار الاخيرة ودي حلواتها وطبعا دي حلواتها يعني دي جزء من حلوات الكورة وموتعة الكورة لكن يعني ما استمتعتش بالدوري سان فاتت سان فاتت اه لقب اضيف للنادي الاهلي لكن عارف احساس انك بتاخد البطولة منفرد كده وقبل ما تخلص بأسابيع مفوش السعادة بتاعت انك انت تحسنها في الامطالة لكن السؤال هنا المنافسة دي ليها مردود ايجابي على الكورة من وجهة نظر كابتن علاء نبيل مردود الحالة السخونة اللي في البطولة دي اه سخونة سخونة محلية حلوة وده احنا كسبنا واحنا مش عارف ايه والدور قرب لا فنيا فنيا هتشاف انها افادت لا اللعبة هي هي واللي ظهر ظهر مين بقى اللي هيصبت مين اللعيب بقى اللي هو هيقول فعلا انا النهاردة كسبت الرهان ان انا لعيب كويس لكن طب ما هكا تثبت في المنتخبات اعم هكا تثبت في المنتخبات يعني انا انا يعني فاكر لما انا قلتلك النادي الاهلي عنده فرقة كلها برا صواريخ في السن عنده كم من لعيبة موديت سبعة وتسعين تقول النادي الاهلي في خلال التلاتة اربع عشرين دول بشي حتاجوا لعيب من برا عنده عنده زخيرة المعار هنا والمعار هنا والمعار هنا عنده بس برا ما فيش البطولة احنا بنسخن كمصريين بنسخن مع البطولة مع طبعا خد بقى كورة مصرية ونشوف ده السنة دي فيه سخونة لكن انها واحد فنية هي 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 بس اللي بيباروز الموضوع شوية البطولة اللي بتتاخد برا الدول العام يعني مثلا النادي الاهلي خد افريقية ايه تمام في النهاردة دخل على البطولة الدورية منافسة تمام نادي الزمالك النهاردة فقط الوصول النهائي في المبارات الافريقية او بطول افريقية بتاعت عايز رادو جمهوره بيه بطولة الدورة فالعملية هنا فيه دوافع للفرقتين مين اعرب من وجهة نظرك؟ لا ماتبانش 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 لان النادي الزمالك بقاله فترة مريح ما اعرفش لكن لما شوفه في اول مباراة اعرف اذا كان هكامل او لا لانه بقالهم فترة مريحين الدوري المصري يستحق انه يكون الدوري الاقوى على المستوى العربي ومستوى الافريقي؟ لا لا يستحق في دوريات من وجهة نظر كابتن علاء؟ السندي ممكن تقول اه السندي ممكن اقول اه لكن الفترات السابقة يعني ما كنا دوري عادي جدا يعني بدليل اللعيبة عندنا ما كانتش يعني السندي عشان كده اقولك ايه فيه سندي فيه لعيبة تطورت فدت شكلي للدوري ايه فيه قدت شكلي الدوري فيه حدش كان المتخيل اللي هو محمد شيف النهاردة يبقى هداف في النادي الاهلي وجوان وجوان في المباراة حسيمة والناس كانت الآن في المركز ده فجاء لهم لعيبه هي دي انبهار الدوري العام لكن السنة دي ممكن تقول من اقوى الدوريات العربية طيب هاجي للدوري تاني فانك انت تختار لي افضل تشكيلة من الدوري المصري من وجهة نظرك بس عايز الاول اسألك او احط قدامك رقم خدني انا شخصيا حقيقي انا مش بقارن وعرف تماما ان المقارنة لا تجوز بس لما اقولك انه منظومة كرة القدم في دولة زي انجلترا بتدخل للدولة 7 مليار جنيه استرليني في الموسم الواحد منهم 4 مليار ضرائب بتتفحها الاندية مليار وحاجة بتتفحهم اللاعبين ضرائب اكتر من 500 مليون استرليني استثمار سنوي في البنية التحتية الرياضية والبقى بقى عوقت بس تليفزيوني واعلانات وجماهير في المدرجات وهو الى اخره احنا ما نعرفش نعمل نموذج بما نمتلك من مقاومات عندنا اندية هي الاكبر على مستوى الوطن العربي وافريقيا سواء من حيث الشعبية والجمهرية او سواء من حيث الالقاب والبطولات صح ولا غلط تعداد سكاني محيطات كثيرة جدا عندك تعداد انت الاكبر من المحيط للخليج بالتالي اذا كنت تكلم على مدرجات وعلى ملاعب انت تقدر في كل المطشاط وده كان بيحصل في مصر فترة من فترات تبقى المدرجات مليانة هل ما نقدرش نعمل نموذج ناخد بيه الدولة المصري ننقله نقلة تانية يبقى حتى على مستوى المنطقة او على مستوى القرارة الافريقية هو المدوري رقم واحد اقول لك حاجة انت عندك كفاءات هيلة جدا عندك كفاءات هيلة جدا تقدر تحقق لك ان انت بتقوله ده بس 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 من مين يا فن خلاص في احتكار في احتكار لابد من ان انت تكتح السوق وتشوف الاحسن بكل الشفافية والشركات اللي انت هتتعامل معها يبقى خلاص انت بتعمل عقد بينهم بينك وبينهم ان انت هتحقق لك واحد اتنين تلاتة اربعة لكن الاسف بقولك اللي بيقرب بتلاسوع اوعى تقرب فعشان كده الناس في حاجات كده في الكرة بالذات انا يعني انا عندنا والله يا احمد عندنا كفاءات هيلة وتدير كرة الخدم بناحية اقتصادية وبفكر اقتصادي وبزنس وحاجات جمدة جدا لكن ما تقدرش تخش للمطبخ دخول المطبخ اصلا نازم تدفع ش تخش المطبخ ما لهاش لكن خلاص هنعمل ايه نتكلم اهلي شوية نتكلم اهلي شوية نتكلم اهلي شوية كرة الاهلي مع موسمان ما انت اصلا فدف رواح واضح انك مش سيف حتى بصيص امل في الموضوع كبير لا اصلا بقلنا فترة بانه نقول هزا الكلام وانا فترة بانه نقول هزا الكلام وفيش حاجة ما انا قلت والله يعني كنت باستغرب انه اتحادات ورا اتحادات وليجان ورا لجان ما فيش حاجة يعني ايه الجديد اللي اتعمل ايه الجديد اللي انت واو ايه اللي حتى الانتخابات حتى نفس الفكري نفس الكلام جمعية عمية وده مع ده وده مع ده غير موضوع خش النديل اهلي خش النديل اهلي شوية طيب اقول لي الاول كرة الاهلي مع موسمان شايفها ازاي وتقييمك لموسم تقريبا كامل مع موسمان يعني هل شايف انه الاهلي يطور هل شايف انه بصمة موسمان بقت واضحة بص يا عم كرة القدم في المصر نتائج اوعى تقول لي الفرقة الفورينية بتلعب كويس بس اتغلبت نقف نشجحها ونتبع لها كويس كرة القدم في مصر ايه نتائج الموسمان عمل ايه مع نادي الاهلي مكسر الدنيا بس خلاص عايز ايه انت عايز ايه حتى النادي الاهلي في فترة حصل لضروب في الاداء بس في الاخر بيعمل ايه بيكسب اكتر اللعيبة اللي اتوارد مع مصر المسلمين من وجهة نظر كابتان علاء نبيل اه انا شايف اه محمد شريف شايف اه اكرم توفيق بسم الله ما شاء الله يعني شايف اولو ديانج من اللعيبة العالي قوي اه اه شايف فيه اه عالم علول فارق با درجة كبيرة جدا مع النادي الاهلي واعتقد ان اه الاملم ديه دور كبير في ان هو ان السن بيكبر لكن انت النهاردة كمدرد بتخلي اللعيب داي بيدي احسن كمان من السنة اللي قابليها يمكن الفترة الدروب اللي حصل في نادي الاهل في بعض المرشات دي لما علي معلولة صاب وحصلت اللخبطة في خط الدفاع وجاب اي من اشرف شماله حصلت اللخبطة لما رجع علي معلولة صاب يعني الحتة دي يعني شوف بس واحد رجع مكانه وده رجع مكانه النادي الاهلي فرق في اداء الدفاع تمام انا عايز اخد رأيك في اداء الدفاع دي السنة اللي فاتت الاهلي يقانها بطولة الدوري دخلت شباكه 8 اهدف فقط السنة دي الكل الكل يشيد بكل مدفعي النادي الاهلي ومن وراهم طبعا محمد شناوي سواء كنت بتكلم على بدر او كنت بتكلم على ياسر او كنت بتكلم على ايمان اشرف او كنت بتكلم على رامي ربيع تمام دول الاربعة اللي شاركوا تقريبا بشكل اساسي كمدفعي النادي الاهلي السنة دي الاهلي تلقى 21 هدف مسبقة الدوري 3 اضعاف تقريبا يعني او اقل من 3 اضعاف بحاجة بسيطة تفسيرك لده ايه هو ده طبيعي ده برضو جاي من قوة المنافسة يعني برضو اجمعنا المنافسة السنة دي مش زي اجمعنا ان في فرق السنة دي بتنافس يعني وعشان كده الدوري احداك تفضلت قلت ايه لغاية اخر مباراة مش هتعرف مين اللي اخد الدوري عند النهادة كل الفرق بتعرف عندها عايزة تجيب جون ودايما خلي بالك يا احمد المطشاط اللي هي بتبقى قدام الاهلي وزمالك الاندية بتعمل لها يعني يقولك ايه انا اخد 3 ابنته من نادي الاهلي او اتعادل مع نادي الاهلي او اتعادل مع نادي الاهلي او اتعادل مع نادي زمالك لما انت عندك يعني 3 ابنته بعديها ببكت تاخدهم بس بيطلع بيستنفذ قدرة كبيرة جدا من طاقته قدام المطشين دول عشان كده بقولك ايه هاتلي نادي في مصر نادر اوي انا متفاكر بس ناسي والله عامة نتيجة اجابية مع الاهلي وزمالك وتاني مطش عامة نتيجة اجابية نادر اوي واخد بالك عشان كده بقولك ايه دام الاندية دي بتقابل قوة اللي هي تجيب جون ووالحاجة دي بس خلي بالك برضو الفترة اللي انت بتقول عليها دي الاجوان دي جات في فترة الضرب اداء النادي الاهلي تراجع فيه تراجع فيه مفاتيح فوز الاهلي على ودي دي جلا بكرة من وجهة نظرك مش صعب كل مطشات الاهلي صعب يعني اتمن مطشات الحقيقة على الاهلي وعزمالك دي جلا لو لو بكرة خسر المباراة بنسبة كبيرة جدا انها حبط لازم واقعيين يعني هاي هايقابل اه الاهلي هايقابل شراسة من فرق دي جلا ما خلاص بقى يعني تمام مفاتيح الفوز معروفة للنادي الاهلي اه الجنبين عنده بسم الله ما شاء الله اله 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 بتتزبط بالذات مع اي من اشرف والناس زعلاني ممكن بدل بنون اخر مباراة اه تمام لكن لا ما ننساش احنا مشكلتنا اللي احنا ايه بننسى بسرعة وبنحب بسرعة والمجد بسرعة ما تنساش اللي الراجل ده عمل موسم عالي جدا واداءه الهدوء والرزينة في اداءه مع اي من اشطف القوة والحماس اللي اتنين تركيبك ورسا زبطوا طبعا طيب خلينا نعرض على حضرتك مجموعة صور وناخد منك تعليق او توجه رسالة زي ما انت تحب نبتدي باول صورة كبشه غريب يعني طبعا انا عارف لو حزين جدا انه بتأثر جدا كان هو نفسه يعمل حاجة يعني لكن الظروف ما ساعدتوش ده اهل الولمبياد ده وصل لدورة ثمانية لكن طبعا دي كرة الخدم في مباراة الموضوع كل ممكن يبوز شغل سنين يعني فبنتمناله التوفيق وارد لك شايف كابتن شوق في مستقبل مع منتخبات وطنية برضو ولا يخود تجربة في يعني سيجمنت مختلف او كبشه ده يعني مدرم مختلف لا يبدأ منتخبات شوية خلاص لازم يبقى فيه تغيير يعني نروح للصورة اللي بعدها محمد الشيناوي ربنا يحميك يعني بقولها له من قلبي ربنا يحميك ويبعد عنك العين ويبعد عنك الاصابة وكمل كده بأخلاقك وبأسلوبك وان شاء الله كده يعني تبقى يعني ربنا اديك انت تطلع عمر تلعب لأكبر عدد سنين ممكنة بفهم انه لما يلعب للأهلي ممكن الناس تحاول يعني تشكك او تهجمه او تعطله او تطلع عبر تركيزه بس اللي ما كانش مفهوم بالنسبة لي انه ما يلعب باسمه منتخب مصر الناس تحاول تشكك في قدراته او في استحقاقه لوجوده في المكان ده نعم انا 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 لما انا لازم تعد تريح انا خايف عليك يعني انا بقول عشان انت وجهت الفتر الفتت جامل جدا اي وكان علي لطف في مرات الزمالك وكان كويس فقلت فرصة ده الوقت الكويس اوي اللي شناوي رايح والداد الاهلي بقى متطمن اللي عنده اي اي بس يعني انا بنحب لك يعني مش اكتر نروح للسرعة المعدة اي مع كابتا اه اكرم توفيق امشي في طريقك حافظ على نفسك اه انت لعيب كويس قوي ودرت اللي انت تحط رجلك في اسرع وقت ممكن ودي بقى ميزة اللاعب اللي انت تتوقع منه حاجة كويسة تمام نروح لللي بعدها واضحة بوالي بوالي ابو ليلة الجول الاخير اللي انخزك الجول الاخير ده اللي جفته ده انخزك لا هو الحقيقة في المطشين بالذات مطش الانتاج طبعا هدف الحاسم اللي جلبت مهاجم اه بابا عشان كده وولتر بواليا الحقيقة من ايام ما كان في الجون انا بشوفه لعيب كرة ومهاجم يعني عنده قدرات محترمة لا طبعا وممكن فاكر سمويدا فلافيو لما قعد موسم كامل صحيح تتوقع انه يستمر في حال اه يستمر يستمر وده بيبقى مؤشر مؤشر اللي هو يستمر عايز اقول لك حاجة قبل من نلل على صورة تانية عارف الجون التاني اللي النادي الاهلي جابه في سانداونز اللي كان في ساد القاهرة اللي الجون طلع مستقرة بتاع صلاح محص اسأل لجنبي انا قلتوله ما قلتوله منادي الاهلي خد البطولة من جن من جن صلاح محص في مؤشرات كده بتغضل مين اللي كان جنبك عشان نسأله احباد ابني اهلاوي اهلاوي مستفز نروح لبعدها مسماني طبعا يعني عمر منادي الاهلي او جمهوره هينسى البطولات اللي انت جبتها لان زي ما قلت كرة القدم في مصر نتائج وانت حققت المطلوب بغض النازل ما فيش مدرب بيمشي على طول مطشطة كلها كويسة وبيكسب على طبا فيش لكن في الآخر في الحاسم بيكسب الصورة اللي جاية مش عارف هتعرفها ولا بس خلينا نشوفها معاك كده ونشوفها الجبهة ولا ايه طبعا الناس ما تعرفش بين ده كنت يعرفها ده مسماني زد مسماني مسماني زد كابتن تابر حفني كوبي من مسماني بالزبط كوبي اول ما بلاقيه في النادي خدها مسماني بالنسان جميل جدا النقب رئيس القطاع معايا في نادي زد من الشخصيات الجميلة والفعلا بيشتغل وبعتمد عليه في حاجات كتير ونعمل للمدربين بصراحة يعني بالتوفيق كابتن علاق بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وشرفت ونورتك العادي الله يخليك شكرين جدا شكرا لحضرك مرة تانية ببارك لأبطال مصر الحقيقة زي ما قلت طبعا رجالتنا في كورة اليد اللي فرحوا الشعب المصري كله أبطالنا في الفروسية اللي تأهلوا للنهائي أبطالنا في يمكن حلو وشك حلو يا كابتن علاق على المصريين في توقي النهاردة عندنا كمان مصرعة بكرة إن شاء الله مطشين على اتنين برونزية عندنا الجلة كل دي إن شاء الله بإذن الله يعني مشوار صعب جدا لأي بطل أولمبي الحقيقة نتمنى إن شاء الله إنه يكلل بالنجاح بشكر حضراتكم على المتابعة وبكرة إن شاء الله مباراة دجلة بإذن الله هتكون بوافة استعادة الصدارة لجدوة للترتيب مرة تانية قابل حضراتكم بكرة إن شاء الله حلقة جديدة والسا ديسا اشتركوا في القناة